السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معكم أخوكم محمد يسين من قناة عالم الزراعة الممتع قناة نتحدث فيها عن كل ما يختص بالزراعة من طرق العناية وطرق الاكثار وبعض صناعة الأدوية الطبيعية في المنزل بدون أي أضرار على الإنسان ولا الحيوان ولا حتى على النبات فإن كنت لأول مرة تشوفنا في القناة فلا تنسى الصلاة على النبي ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا وإن شاء الله اليوم بنتكلم على موضوع كتير مهم تعالوا بينا نتعرف على موضوعنا اليوم اليوم هنزرع مع بعض حديقة بسيطة بأزهار بسيطة جدا ويطلع معانا المنظر كتير رائع مع تنسيق جميل جدا فإن شاء الله تابعونا لآخر الفيديو هتشوفوا كيف التنسيق وطريقة الزراعة وبعض النباتات الموجودة في الحديقة والمنظر إن شاء الله بيعجبكم فتابعونا زي ما احنا شايفين قدامنا ما شاء الله تبارك الرحمن هاي الورود طبعا هاي نبتة الكلانشو وكيف بنستخلصها من الأوار بكل سهولة وبكل بساطة بطريقة سهلة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا طريقة بكل سهولة تقدر تشيل النبتة من الأوار وطبعا كل النبتات كل نبتة إلها مكان محدد احنا طبعا جبنا النبتات ووزعناها وبعدين زراعنا زي ما احنا شايفين قدامنا بعض الصور بعد الزراعة طبعا حبيت أعرض لك الصور طبعا بعد ما زرعنا الحديقة ووزعنا النبتات وزرعناها زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا احنا بنجيب النبتات بنوزعها في كل مكان كل نبتة طبعا المكان المناسب إلها لأن فيه نبتات تتحمل الفي أو الظل أو فيه نبتات بتتحمل الشمس فكل نبتة حطناها في المكان المناسب حتى تستمر معنا لموصم طويل إن شاء الله وهي طبعا الحديقة بعد ما زرعناها زي ما احنا شايفين قدامنا هاي نبتة الباظروميوم وهي شجيرة رائعة جدا هاي من النبتات التي تتحمل الفي أو المناطق النصف ظلية شجيرة رائعة جدا وطبعا عاملين عليها فيديو في موجودة على القناة طبعا طريقة العناية وطريقة اكثرها وكل ما يختص بنبتة البتصبروم وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هاي نسقنا الحديقة وزرعناها بالنبتات الرائعة جدا والأزهار المميزة طبعا كل واحد على زقوفي بالنسبة للتنسيق وبالنسبة كمان للنبتات والورود فطبعا هاي بعض النبتات الجميلة جدا مثل الفضية أو نبتة التلج وهاي متسلقات على الصور طبعا طبعا لسه زرعينا بتكون ان شاء الله هاي بتمد على الصور بتغطي الصور اللي احنا شايفينه قدامنا منها طبعا نبات الهدرة وطبعا هو موجود في القناة متكلمين عنه برضو وأسيب لكم قائمة تشغيل موجود فيها كل النبتات هاي بكل نبتة مختصة لها فيديو بكل بطريقة العناية وطريقة الاكثار وكيف وطريقة التسميد وكل ما يختص بكل نبتة من هاي النبتات طبعا هاي الفيكاس بنصي وهاي كمان المرجان هاي نبتة الفل المتسلق هي نبتة فعلا رائعة جدا وازهرها كما نرى ما شاء الله تبارك الرحمن لها رائحة قوية جدا وممتازة جدا جدا فان شاء الله بنعمل لها فيديو حتى نتعرف اكتر ومعلومات اكتر على نباتة الفل لان فعلا هو من النبتات الرائعة المميزة المحبوبة ايضا ولها شعبية كبيرة في عالمنا العربي لجمال اشكالها وجمال رائحتها طبعا رائحتها مميزة جدا ونفازة خاصة في ساعات المساء وساعات بعد قبل الغروب الشمس فبيكون لها رائحة قوية جدا وجميلة جدا مميزة فهاي نبتة رائعة فان شاء الله انتظرونا نعمل لها فيديو كامل ونتكلم فيه على كل ما يختص بهذه النبتة وهي كمان اخترنا لكم صور طبعا بعد الزراعة باشكال الحديقة الجميلة بعدما زرعناها ان شاء الله تنالي اعجابكم هاي فرشات الزجاج ان شاء الله انتظرونا في الفديو القادم بنتكلم عليها كمان نبتة رائعة جدا ومميزة باشكالها الرائعة وهي النبات التلج او الفضية وهي المجنونة فطبعا كل هاي النباتات متكلمين عنها فما فيش داعي ان احنا نتكلم فيها كتير بس هاي اللي حابب يتعرف اكتر على كل نبتة هاي القرطاسيا طبعا والسرو الليلندي كل هاي النباتات موجودة على قناتنا بفضل الله تعالى فاللي حابب يتعرف اكتر على كل نبتة ويأخذ عنها كل معلومات عنها بطرق الاكتر وطرق العناية فكل نبتة من هدول له لها فيديو كامل بكل خصائصها حتى تستفيد منها باذن الله تعالى وطبعا من النباتات الجميلة جدا هاي النبتة الرائعة باشكالها بشكلها الناعم التي نراه امامنا ما شاء الله تبارك الرحمن هاي مادة رائعة جدا وشكلها مميز زي ما احنا شايفين في الصور بزرعتها بكل سهولة طبعا بنشيلها من الاوار يعني طريقة ناء النبتة من الاوار طريقة سهلة بحرفية تمام حتى لا نخسر النبتات ونزرع بطريقة سهلة واتمنى ان اكون قدمت لكم جولة رائعة ومعلومات طبعا مفيدة عن طريقة الزراعة وطريقة التنسيق فلا تنسون الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وانتظرونا في الفيديو القادم سنقدم لكم باذن الله تعالى وبفضله اذا قدر لنا الله اللقاء والبقاء نقدم لكم فيديو رائع على نبتة جديدة نبتة رائعة فانتظرونا حتى تستمتعوا معنا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته